يا دكتور بقابيستا ده يعني لو هو كده حاجة جميلة زي ما قلنا انت سألتيني كل حاجة وانا ردت عليك نقطة نقطة احنا عندنا ترخيص ان دي حاجة امنة من وزارة الصحة المصرية دي اول خطوة احنا عملناها انا كطبيبة اقدر اقول لحضرتك ان ده منتج كل المكونات المكتوبة قدامي على العلبة هي الياف طبيعية 100% مش بس كده انت دايما بتعاني من اي واي حد بيروح لضايت وبيخس كيلو واثنين وثلاثة الشكاوى المعروفة وش يا دكتورة شعر يا دكتورة دوافري انا بعاني بيأثر اللي بيخس بيحصل له مشاكل في الحاجة انا تعبانة مرهقة انا قصيح عاملة ضايت وفرحانة بنفسي عشان بتايت احلى والبس مقسات اصغر ودي حاجة بتفرح اي ستة او اي راجل بالظبط كده تعبانة مجهدقة مش قادر اعلى زاكر مع الولاد مش قادر اودي تمرين ما عنديش طاقة دي شاك وتضعر عندنا حلين انا هنا جاي بحلين بيستا اولا نمبر ون في القوة السلسية بتاعته اللي احنا احنا بنتكلم عليها يحتوي على اعلى تركيز من مادة الكروميوم وهنتكلم عن فايدتها 500 ميلي جرام ومن فيتامين سي 30 ميلي جرام ودي كلها حاجات قوية جدا نيجي للفاكتور الثالث ان انا بشوفه سحر بقى فعلا الال كارنتين 50 ميلي جرام طب اي يا دكتور فايدت ان انتي ملتيلي بطني قللتيلي الشعور بالجوع حسستيني بالشبع من اقل اكل ممكن فكل الناس اللي عندها شهية مفتوحة ما شاء الله يعني مش هنقول بقى ربنا يزيد ويبارك لان احنا اذن هتقللي شوي هتقللي صح فهنقلل ده بان انا هاخد الياف مالئة طبيعية ملتلي بطني ده خلاص عنصر اوكي صلحتيني يا دكتورة مشاكل الخصية والتعب وتنظيم الاكل بالضايت او بالان انا واخد المكمل فاورادي اكلي قل عشان انا شهيتي قلت للنص او للربع بان انا اديت لحضرتك مجموعة فيتامينات ومعادن قوية جدا اعلى تركيزات في السوق عملت ايه بقى تمام الكروميوم عمل الحل السحري وهو تقليل امتصاص النشويات لسه هنتكلم بقى عن مالتي فيتامينات انا عايز اسألك حاجة حاجة تقولي فيه نسبة فيتامينات طب انا ده يتعارض لو انا اخدت معي مكمل غزائي اللي انا باخده كل يوم عادي في حياتي طبيعية لا تتعارضش بس انا بقى كمان مش بس عملتلك كده انا عملت باكيج من شكل بايو ناترل ووفرتلك باكيج ودي علشان احنا في فترة طبعا انت عارفها رمضان كل سنة انت طيبة وعيد وصيف الناس كلها فجأة بتفوق لنفسها بعد الشتاء ولابسين البلطهات التقيلة ومداريين كل المشاكل اللي بتحصل احنا عايزين نحل مشكلتنا كاملة متكاملة مش عايزة حاجة تسألي سؤال وتبقى مش لاقي اجابة اللي هو ايه السؤال انت سألته دلوقتي زي اي حد بيتفرج عليه هيبقى بيسأله انا خدت ده يا دكتور طيب انا اخد معاه المكمل عادي ده هيبقى كافي انا اديتك الحلين مع بعض في واحدة وبسعر اقتصادي يعني انا اديتك الحل بكل التوابع ده وده مع بعض بالضبط كده وده بنخلي الارقام اللي موجودة برده نفس الارقام اللي ظهر على الشاشة هنقدر نطلب منها الخط الساخن نطلب العرض كامل وهو عرض فقدان الوزن من 8 ال 12 كيلو شهريا طبعا مع الالتزام بالمتابعة مع الداكاترا عندنا على الخط الساخن ده هنقدر نطلب حاجتين العرض فيه الحاجتين اللي هو المالتي فيت الفيتامينز اللي فيه 13 عنصر من الفيتامينات بالضبط كده ده مناسب لكل الاعمار حرفيا بس انا بفضل دايما انا كدكتور يهم من اول سنة 13 سنة هيكون افضل ان انا اقدر امد بيه الاشخاص اللي عندهم اي مشاكل مزمنة او ما عندهمش اي مشاكل صحيح بالضبط كده يتعاملوا برضي يا دكتور حتى الحوامل والمرضعات بالضبط كده مضبوط طب دي حاجة جميلة بس انا دايما يعني من موقعي هزا كطبيبة وبتأحكي دي برضو باستشارة طبابهم برضو بالضبط علشان مش عشان حاجة مش عشان اي حاجة غير ممكن تحتاج نسبه اكتر ممكن تحتاج نسبه اكتر ممكن تحتاج نسبه اقل ممكن حرارتك احتياجك يكون عندك مشكلة كل شخص دي طبيعة فانا في مرحلة كريتيكال حساسي مفيش اغلى من ان انا فيه طفل بيانمو جواي او طفل انا اللي بديله الغزا بتاعه فلازم اكون دقيقة شوية فان انا بوصل لنفسي الغزا كامل عشان اوصله للطفل ده لكن هو مناسب مناسب جدا 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 بس بنصح مع استشارة الطبيب في حتة الجرعات دي بزي الجرعات طبعا كل انسان له حالته بالضبط لكن جميع المرضى الامراض المزمنة سكر ضغط كوليسترول نقص في اي حاجة انا بقولك خدي على طول من غير اي تفكير نتواصل على ارقام اللي بتظهر على الشاشة دي الفيتامين اللي موجودة في القلب بسي بقى موجود زي ما ظاهر كده على الشاشة فيتامين سي كميات محترمة ومظبوطة على حسب احتياجنا اليومي من الحاجات دي من فيتامين سي فيتامين اي البي كومبليكس ويمجموعة كبيرة من فيتامين بي فيتامين دي ده يا جماعة هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي الفوليك اسد اللي طبعا الحوايب بناس بباقي هم نتكلم عن الحوايب اللي ما بناخدوش تقريبا بعد فترة الزبط اللي خالص اللي طبعا بلا شك اي سيدة واي بنوطة هتتفرج علينا دلوقتي هتبقى دوافرها بقى وشعرها وده الحل السحري ان احنا بنوصفه الواحده كدوى الواحده فهو الحمد الله موجود هنا والكالسيوم كمان بالزبط كده والكالسيوم للعظام الزينك الكابر النحاس خلي بالكو كل الحاجات دي كل الحاجات دي يا جماعة احنا بنحتاجها قوي قوي انتي عندك اعراض نقص كل عنصر من العناصر دي بقوة ومش عارف يعاني تعملي ايه يعني انا يعني اعيز اقولك ان الزينك ان تلوقتي حد زينك وانا اخده ازاي دكتوران انا فيه فيتامين وما ينفعش سبحان الله تاخد لوحده اللي لو عنده لقدر الله مشكلة خاصة بزينك بس تخيالي الزينك ده قد ايه انتي ممكن تكون يبتعاني من مشاكل نقص الزينك وانتي مش حاسم مشاكل الدوافر النقطة البيضة اللي تلات اربع البنات اللي سنهم صغير بيجوني يا دكتور انا عندي نقط بيضة على دوافر تكسير الدوافر سكوت الشعر حالة الهزيان والتعب اللي انتي مش قادرة وشك بيل اللي انتي عندك فقر دم او انيميا كل الحاجات دي للأسف الزينك ليه دور مباشر جدا اوجاع العظام كل ده مرتبط بنقص الزينك اللي زي ما انتي لسه بتقولي محدش هيروح يقول انا عايز اخد زينك لوحده احنا حطينه اه قولنا بحاج تاني المجموعة معلش احنا دلوقتي الباكج او المعمولة بايو ناترل عاملنها كمنتجات مصررحة من وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء عشان مالتي فايتمين برضو ترخيصه ياليت لو يظهر على الشاشة مصرح من هيئة سلامة الغذاء دي كلها منتجات معمولة اامنة طبيعية 100% هتمدنا مجموعة احتياجات احنا كلنا تقريبا محتاجينها فجدان الوزن نوصل الوزن المثالي عشان سلامة عضلاتنا مفاصلنا الجهد والتعب ومشكلة في التنفس الناس اللي بتعاني منها مش عارفة تخلف نتيجة ان عندها سمنة وتكيوسات على المبايد عندنا شكاوة كتير جدا 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 نتيجة السمنة هنحلها هناخد فيتاميناتنا كاملة متكاملة نحل اي اعراض جانبية نقص الفيتامينات يبقى انا كده اديت لحضرتك ولمشاهدنا حل سحري ولكن هو طبيعي وامن 100% عشان ما بعد رمضان وبعد العيد والكحك كل سنة وهذه حاجة جميلة هجرب يا دكتور عرافك وهقول لحضرتكم الحقيقة على الواقع على هرض مطباقي ان شاء الله